طبعا انا ابويا كان ممكن مثلا واحنا صغيرين يجيب له كل واحد عربية مرسيدس مثلا انما انا كان معايا فاسبا مش حتى عربية حاد ما دخلت الجامعة فيعني ده ده احنا تربينا كده وهم لازم يبقوا كده برنا لا بس انا اسمع انه انثي ساويرس الاب وعميد اسرتكو مش كده خالص هو شخص يعني جد جدا في الحياة وربا ولاده اكتر على التقشف يعني مش بتاعه هو حاول صراحة يعني ما نجحش اوي في القصة دي هو كان بيتقشف علينا فعلا بس احنا كنا بقى بنحل المشكلة دي بان انا بنشتغل يعني انا عندي خمستاش سنة وانا بشتغل عشان المصروف اللي باخده من ابويا ده ما كانش بيكفي حتى انا اعزم واحدة صاحبتي نروح السينما حتى فكنت باضطر اشتغل وانا في المدرسة ادي دروس خصوصية عشان اجمع فلوس اقدر اخرج بيها ايه اللي انت بتقوله ده؟ بجد اه بجد اه دروس ايه لا 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 ده ده هو يعني عصامي جدا عليه وعلى غيره كمان لا 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 يعني انت بقول اولا المصروفك كان كم؟ تقريبا لا يعني انا اقولك اه اه انا كنت باخد منه مش عايف خمسة جنيه وكنت بعمل اه بدي دروس خصوصية بتجيبلي في الشهر خمستاشر جنيه بس الكلام ده اصل من اربعين سنة يعني ولا خمسة اربعين سنة فكان وقتها اه هو سايبك كده وهو سايبك تدي دروس خصوصية اه اه طبعا وهيقولك ليه ده انا مانساش اول سنة ما روحت كان وقتها تحويل العملة ده مش سهل فاخدت فلوس السنة كلها معي واتفرتكت طبعا بعد خمسة اشهر فاتكلمت كده بس من بعيد بقوله يعني في مشكلة قالوا يا مشكلة ام مشكلتك ارجع جمعة القاهرة وخلاص اه وكان ما معاكش فلوس فطبعا ماكنش عايز ارجع عايز اكمل تعليم يعني فاطريت ادور على وظيفة واشتغل ويتر في اللوكندات عشان افوت الثلاثة عشر الفضلين دولت لحد ما اخد الفلوس بتاعت السنة الجاية طيب ادرا فمنو ده نمط من التربية يعني هو مش عايز كتبه مدللين او معتمدين على اخرين نعم لو نيجي للبيزنس اكيد بداية مشروعاته كانت فلوس من والدك من انسي سويرس يعني شوفي انا عشان بصادق احنا اهم من الفلوس اللي خدناها في الاول عشان نبتدي شركاتنا دي كلها لان كل واحد فينا عمل شركة من اول يوم اما رجع من الجامعة حق استعمال اسمه يعني انت ما كنت انا روح اي حتة اقول انا سميح سويرس ابن انسي سويرس وعايز اعمل كذا كذا كانت دايما دي بتساعدنا ولما سابنا كمان نستعمل كلمة قراثكم يعني هي قراثكم دي هو اللي مبتديها فاحنا دا انا قراثكم بتاع السياحة قراثكم بتاع الاتصالات قراثكم بتاع الانشاءات دا اسم الشركة اللي هو عملها طب رأس مين؟ دا اهم من رأس المال دا الجودويل دوت حتة في الميزانيات لعلمك في حاجة اسمها الجودويل بكتبه في الميزانية بمكتبه بميلايين فالنهاردة احنا دي اهم حاجة شكرا شكرا